مرحبا، ملفات تعريف ارتباط الإنترنت كما ذكرنا سابقاً هي ملفات نصية تقوم المواقع التي تزورها بإنشاءها على حاسوبك. كما يمكن من خلال متصفح الإنترنت منع إنشاء ملفات تعريف الارتباط بالإنترنت بالكامل. ولتحديد المواقع التي يسمح لها بإنشاء هذه الملفات أو منعها من لائحة أدوات، رح نختار أمر خيارات الإنترنت ورح ننتقل لتبويب الخصوصية. ضمن هذا التبويب رح ننقر على زر خيارات متقدمة فبتظهر خيارات ملفات تعريف الارتباط. ممكن تغيير هذه الخيارات للموقع الحالي بقبول جميع ملفات الارتباط التابعة له أو منعها أو المطالبة أنه يطلع لي مسيج هل أنا بدي أسمح لها أو ما أسمح لها أو نفس الخيارات بخصوص المواقع الأخرى. وممكن إلغاء السماح بملفات تعريف الارتباط لجميع المواقع أو السماح لها من خلال هذه الخانة. وبالنقر على زر موافق يتم تثبيت الخيارات حسب المطلوب. وللقيام بذلك من متصفح جوجل كروم من إعدادات الخصوصية والأمان من ثم إعدادات المحتوى يمكنك التحكم بخيارات ملفات تعريف الارتباط. أما ملفات الارتباط ضمن متصفح Firefox فيمكن التحكم بخياراتها من إعدادات الخصوصية للمتصفح ومن ثم إعدادات التاريخ المخصصة فتظهر خيارات الكعكات cookies لمواقع الويب كما هو موضح في الصورة. تقوم بعض المواقع عند الدخول إليها بفتح وعرض صفحات دعائية. مما قد يسبب الإزعاج لمتصفح هذه المواقع لأنه لم يطلب عرضها. ويوفر متصفح الإنترنت إمكانية حضر ومنع عرض هذه الصفحات الدعائية من قبل جميع المواقع أو من قبل مواقع يحددها المستخدم. ولمنع العناصر المنبثقة البوبابس من الظهور ضمن متصفح الإنترنت إكسيبلورر من لائحة أدوات. رح ننقر على زر خيارات الإنترنت من ثم ننتقل لتبويب خصوصية ومن جزء منع العناصر المنبثقة يمكن تشغيل منع العناصر المنبثقة أو منع ظهورها في حال لم نقوم باختيار زر تشغيل منع العناصر المنبثقة. وبهيك منكن وصلنا لنهاية هذا الفيديو يعطيكم العافية.